بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا وبنحلل ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق طلعنا شوية منبئات بتقول لنا نسب الطلاق بتزيد ليه وانتو عارفين ان احنا بنعمل حلقة يوم الحد عشان نتكلم ازاي نعالج زيادة نسب الطلاق النهاردة هنتكلم عن حاجة ما يستطيعش اي حد مش هقول بس اي حد بشتغل في الارشاد الزواجي لا اي حد بيشوف الطلاق بيعرف ان الحكاية دي هي سبب كبير جدا جدا في ارتفاع نسب الطلاق اللي هي ايه بقى عدم قدرة الزوجين على ادارة الاختلاف الزوجين لا شك انهم عارفين انهم جايين من بيئتين مختلفتين احنا عندنا حاجتين اساسيتين بيتخلينا نقول ان فيه اختلاف حاجة الاولانية ان الزوجين من جنسين مختلفين من نوعين مختلفين فرجال جنس او الزكور جنس والنساء جنس وكل جنس وكل نوع من نوعين ليه سماته سماته دي بيتخليه ليه ادوار في الحياة وده مهم جدا ان احنا نعرف ان ادوار الذكر غير ادوار الانثة وفيه ادوار مشتركة طيب وعشان كده فيه اعمال بتقوم بها السيدات وفيه اعمال بيقوم بها الذكور ففيه اعمال للزوج وفيه اعمال للزوجة وفيه اعمال مشتركة يبقى فيه اختلاف يبقى الله سبحانه وتعالى قال ما نعمل له صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلن نحيانه حياة طيبة الاتنين نستطيع ان احنا نعمل اعمال ونعيش معا طيب ده السبب الاولاني من الاختلاف السبب التاني في الاختلاف الابعاد الكتيرة اللي في حياتنا بعض التربية والتنشئة بعض الثقافة بعض المكونات الذاتية من الاحتياجات وكمان من القدرات وكمان من رؤيتي عن الحياة فالاختلاف ده امر طبيعي لازم نعرف كده الاختلاف امر طبيعي في الحياة ولزيك الله سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين ايه اللي حاصل بقى ان ما ينفعش الناس تعيش مع بعض من غير ما نعتبر هذا الاختلاف ونحاول نتخلص من مساوئ الاختلاف عشان ما يتعكرش حياتنا احنا بنحاول في بعض الاحاليين ان احنا نحاول نكذب ان احنا فيه اختلاف ونقول ما فيش خلاف ولا حاجة وندخل في حالة ايه في حالة انكار ولما ننكر الاختلاف المسائل بتتعقد وعشان كده احنا لازم بشكل واضح ما يحصلش ان احنا ننكر الاختلاف لان لما بننكر الاختلاف بيحصل ايه نتصور ان الطريقة الاحسن عشان ننكر الاختلاف وان احنا ننخي التهم على بعض ونعتبر ان دوت هو الحل وساعتها بتبقى اول مشكلة واول لهب بيحصل في البيت ان يحس حد ان ابراء زمته اهم عنده من خاطر شريك حياته ثم لما يحصل الاختلاف ما تحسش ان احنا عايزين نوصل للاختلاف كل واحد فينا عايز يبرئ زمته ويخرج من قفص اتهام وما بنقدرش نخرج من الاختلاف الا شيء مشترك مع اني في حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الاختلاف ده وكأنه عامل زي حديث رسول الله سلم اللي بيقول فيه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصى عودا عودا فايما قلب اشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء نفس الكلام الاختلاف ده لو ما حصلش ادارته تحصل نكتة سوداء اه ما تستعجلش عشان بس ما حدش هعتبر ان الاختلاف ده معصية لكن نكتة سوداء يعني ايه ظرة من ظرات التراكم وتفضل التراكمات تزيد لحد ما كل شريك ما يشوفش التاني فاحنا امام حالة من حالات الاختلاف بين الزوجين ايه الحالة اللي احنا عنقرضها عشان نقدر نعبر من خلالها ونبين الاختلاف ازاي ممكن يبقى في صورة تبين لنا ايه المشاكل ويه الاثار السيئة التي تترتب على عدم ادارة الخلاف عندنا زوجين الزوج بيخبي على زوجته علاقته باهله وبيخبي موارده المالية بس في نفس الوقت زوجته حساسة وهو مش بيراعي حساسيتها وبيتركها لأفكارها فهي بتشعر ان اللي ما بيدخله اسوأ مما يظهره والزوجة الحساسة بتحس في البيت ان هو ايه ان زوجها ده بيستهلكها وان زوجها مش بيرحمها ولا بيريحها وبيسيبها كده تاكل في نفسها ويمشي وما يتكلمش معاه ويسيبها على حالتها دي تغلي وتحس ان الحياة بتتآكل وبتشتعل وبتتحول الى الرماد ولما نتناقش نتناقش والنقاش تحول الى ايه الى صراع واصدام والاولاد في السن خطر في البيت وفاهمين كل حاجة يبقى لازم نفهم ان مفيش طبع سيء لكن فيه سلوك سيء احنا اللي بنختار السلوكيات السيئة ونحافظ عليها يبقى في الاختلاف محدش يجيقول والله انا طبع سيء كده انا والله عصبي لا انت حضرة النبي لو انك انت لو ان العصبية طبع لو ان العصبية طبع وانت ما تقدرش تتحكم فيها ما كانش حضرة النبي قال للصحابي لما قاله وحتى شوف الصحابي الصحابي يبدو ان هو كمان عصبي وهو بيكلم مع حضرة النبي مش قادر يمسك نفسه بيقول له ايه انصحني واقلل علي ما تتكلمش كتير بيقول لحضرة النبي كده فقال لا تغضب قال لا تغضب قال لو لا تغضب ثلاث مرات يبقى انت قادر تمسك نفسك ده مش طبع انت قادر تديره مش هتقدر تغير نفسك غير لما تعرف نفسك الله سبحانه لا يقول بل الانسان على نفسه بصيرة يبقى احنا لازم نعرف نفسنا واحنا عندنا مشكلة وهي عدم تكذيب الافكار والمشاعر انه لما يجيني فكرة او يجيني شعور ما قفش نقشها وما كدبهاش ده انا بسدقها منبوشرة ولو فكرت في شيء انا دلوقتي بنتكلم على تفكير الشخص الحساس انا لو فكرت في شيء يبقى الشيء ده صح واذا شعرت بشيء يجب ان هو يكون حقيقي والحساسية المفرطة بالمناسبة عشان محدش يقول ان المثال ده الحساسية المفرطة منتشرة فينا جدا لدرجة من اهم سمات الانسان المعاصر الحساسية كثرة الحساسية كثرة الحساسية الناس بيقولون المشاعر عشان هو يبرر للحساسية بتاعته يقول له انا حساس يعني انا عندي انسانية ولا انتوا عايزين نبقى انسان بارد ومتبلد لا مش حقيقي الحساسية دي نوع من انواع سوء الظن في الناس فيبقى التعبير عن المشاعر والحب هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع المشاعر السلبية وعدم تعبير الطرف التاني عن مشاعره اتجاه شريك حياته بيؤدي الى تفاقم المسألة واحساسه بالمهانة طب انا بقول كده ليه من اهم الاشياء اللي بتخلي ادارة الاختلاف مش ممكنة في البيوت ركزوا بقى بقى هنا احنا عندنا واحدة حساسة واحد شخص بيتجاهل هذه الحساسية وبيخب عليها فشوف الوضع يبقى شكله ايه اول حاجة تحصل بينهم عشان المسألة تشتعل وما تبقى خلاص مش هتنفع الكلام فيها يروح داخل الخلاف ده والاختلاف ده على مفهوم الكرامة هو بيهني هو بيكسرني هو بيأزيني ده كلام شديد الحساسية هي عايزة تسيطر علي هي عايزة تعرف كل حاجة لان هي في الحقيقة شايفة ان انا بخب عليها مواردي في ايه اللي يحصل فالخلاف يتحول الى شقاق ويضيع التوافق ويبقى كل كلمة بيقولها كل طرف لها ستين معنى والمرة اصلا شوف قبل الحساسية كمان المرة اصلا توقعاتها في بداية الجواز بتبقى اعلى من توقعات الرجل وده محل من محلات الاختلاف ونزاق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اوقفنا على الاتزان ان كل واحد فينا يعرف انه انسان وفيه الطبيعة الانسانية وعشان كده حضرت النبي قال كله ابن قدم خطاء وده احد ادوية الحساسية ان انا اعرف ان احنا مش ممكن كل واحد فينا يبقى بيرفكت يبقى احنا لازم ببساطة خالص نعرف ان الحساسية المفرطة دي مش هتودينا لحل يبقى احنا لازم نوقف امام الحساسية دي وعلى فكرة الحساسية دي ممكن تكون سببها جاي من التنشئة احد اهم اسباب احد اهم اسباب الحساسية جاي من التنشئة لانه كان بيتعرض الشخص الحساس ده الرافض من اسرته او كان بيتعرض لي حالة من حالات التنمر وممكن تكون سبب الحساسية شعور بعدم الأمان في العلاقة وشعور الشخص الحساس بقلة ثقته في نفسه وقلة ثقته في حب شريك حياته يبقى لابد أن نفهم أننا نعم مختلفين ونبدأ أن نتكلم عن القواسم ومشتركة بيننا قبل ما ننتظر أننا كل واحد فينا يقوم بواجبه لأن في الحقيقة لازم نعرف أننا الزواج ده مش تكليف وعب الجواز ده تشريف عشان الزوج بقى زوج وبقت زوجته هي سبب من أسباب سعة رزقه فالجواز نفسه شرف نبيه الله سبحانه وتعالى وفتح باب الوصل وباب العطاية الربانية سبحانه وتعالى وعشان كده ربنا بيقول لنا أن الجواز باب للرزق وباب للعطية وباب للفتح والله سبحانه وتعالى يقول والله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها سكينة وجعل بينكم مودة ورحمة فلازم نتقبل الاختلاف يبقى أول حاجة لازم نتقبل الاختلاف بس نتقبل الاختلاف برحمة وكل شريك يقول لشريك حياته إيه الأشياء الجيدة فيه يعني إيه يقول له الأشياء الجيدة فيه يقول له أنا والله شايفك زكي أنا شايفك أنت شخص تستطيع أن أنت في لحظات هدوءك ولحظات كذا أنت تستطيع أن أنت تأتي بأفكار جديدة محدش بيأتي بيها غيرك تعالوا بقى نشوف بقى إزاي نخرج بقى من الحالة دي حالة الناس النموذج اللي احنا حطناه نموذج الحساسة مع الشخص اللي بيخبي إزاي نحاول بقدر الإمكان إن احنا نخرج من الاختلاف إلى الائتلاف عارفين يا سادة الاختلاف إيه مشكلته الاختلاف كثير من الناس بيعتبرون نهاية الحقيقة أن الاختلاف بداية بداية عشان نكتشف نفسنا نكتشف الحقيقة إن إحنا متنوعين يبقى أول حاجة لازم نعرف إن الاختلاف جاي عشان الائتلاف الاختلاف جاي عشان يكشف لنا إن تنوعنا إضافة إلينا مش خاص في بعض الناس بيعتبروا إن إذا كنت بحب شريك حياتي يبقى نسخة تاني مني الناس بتعتبر إن معنى المحبة ومعنى التوافق إن إحنا نتماهى في بعض وإن الخصوصية تزوب ده مش نوع من أنواع إدارة الخلاف بالعكس إدارة الخلاف لازم لها شوية إجراءات أو الإجراء إن كل واحد فينا لازم يكتشف نفسه ويعرف قدراته الحقيقية ومعنى إن هو يعرف قدراته الحقيقية إنه يسيب النقاط اللي ممكن نتصرع عليها ويطلع القدرات اللي عنده واحد عنده قدرة على الحوار فيدعو شريك حياته إلا هم يتحوروا عشان يخرجوا بإيه؟ بيخرجوا بالخطوة التانية إن إحنا نبحث دايماً عن المشترك بيننا إن قدرات كل واحد فينا نستخدمها في البحث عن القيمة المشتركة بيننا مثلاً الشخص الحساس ده في الغالب ماذا؟ في الغالب بيحب المشاعر طب والشخص اللي بيخفي هو بيحب إنه هو الستر طب ما تيجوا نجتمع على الستر إحنا الاتنين الحساس بيحب إنه هو يبقى مستور عشان ما حدش يجرحه والشخص اللي بيخفي بيحب إنه هو يبقى مستور طب ما تيجوا نقول لبعض إحنا عنا نكون ستر وغطى على بعض وتعالوا ندير فكرة الستر وغطى على بعض أنا سأبوح في مقابل إن أنت إيه اللي حاصل؟ ما تغضبيش وما تجريش ورى مشاعرك لكن تعالي نبقى ستر وغطى على بعض يبقى أول حاجة زي ما قلنا كل واحد فينا يعرف نفسه تاني حاجة نبحث عن الشيء المشترك تالت حاجة نعمل أعمال مشتركة مع بعض ما فيش اتنين موجودين على وجه الأرض ما يقدروش يعملوا عمل مشترك مع بعض ليه؟ لأن ربنا وجه خطاب للناس يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله الله سبحانه وتعالى لما وجه خطاب للناس إذن الناس في قواسم مشتركة وفي أعمال مشتركة ممكن يعملوها حتى لو كان العمل المشترك ده إحنا الاتنين ما عملناهوش قبل كده ناس واحدة حساسة فهي بيتوتية وهو شخص منطلق بس عمرهم ما جربوا أنهم ما يمشوا في مكان في نادي مثلا عمرهم ما فكروا أنهم مع بعض يكتبوا رسائل لبعض أو يعودوا مع بعض ينقشوا قضية من قضايا المستقبل ما عملوش كده قبل كده يبقى كل ما عملوا عمل مشترك مع بعض زي يصلوا ركعتين بالليل ده ليه أثر في الاختلاف يا الله ليه أثر عجيب مش بس صلاة الركعتين أي عمل ديني مشترك عيعملوه مع بعض هيكون ليه أثر السحر في مسألة يزابت الاختلاف لكن كل واحد فينا في وقت الاختلاف مش عايز يعمل أي شيء مشترك هو عايز نشريك حياته هو اللي يجيله لا نعمل عمل مشترك مع بعض الحاجة اللي بعد كده كمان الحاجة الرابعة مهمة أوي أوي الحوار المشترك لازم عشان يزول الاختلاف بيننا وندير الاختلاف لازم يبقى عندنا ورد يومي ورد كده زي إيه؟ زي الصلاوات النوافل ده ساعات على فكرة الحوار اليومي ده بيبقى واجب زي الصلاوات نقض على الأقل لنص ساعة نتحاور مع بعض حول المستقبل والسعادة الحاجة الخامسة لازم يبقى فيه تغاضي أريحي أسوأ حاجة في الاختلاف هو الوقوف على الوحدة لازم نتعود أن احنا نتغاضى يعني إيه؟ نسامح ونتجاوز بس تغاضي أريحي يعني إيه تغاضي أريحي؟ يتجاوز بكأنه ما شافش عشان ما يجرحش شريك حياته ولا يصيبه بالكسوف يتجاوز ويتغاضى طب لما يتجاوز ويتغاضى هيقوم في قلبه حاجة اسمه الميزان الإنسان اللي بيتغاضى إنسان يبقى متازل ليه؟ بيقوم جواميزان يقدر يعرف الحاجات اللي مش لازم نوقف عندها ونتكلم والحاجات اللي أنا مش لازم أهتم بيها كمان الإجراء السادس والمهم أن احنا نقعد جلسة جلسة المصافة الجلسة دي مدتها ساعة تتعامل مرة واحدة بس نخرج فيها كل اللي في قلبنا والجلسة دي لا تتكر والجلسة دي تروح إلى الماضي وإلى عالم الظلام وتغيب عنا وتروح للعدم خلاص لأن احنا خرجنا كل اللي عندنا أنا بكلمكم الإجراءات اللي بقولها دي الإجراءات اللي احنا بنحل بيها هذه المشكلة وإقدارة لخلاف اللي احنا بنجربها في جلسات الإرشاد الزواجي وبتنجح ومش بس بتنجح بتخلي الناس تحس أنها تولدت من جديد والإجراء السابع اللي أنا بحب كمان أقوله للناس نقوم بأول خطوة سهلة نحو الإصلاح يعني إيه اللي حاصل؟ أول خطوة نقدر أعملها زي مثلاً أن أنا أقوم أعتذر لشرك حياتي أول ما أحس أن المسألة دي قريبة وسهلة لا تحكرنا من المعروف شيئاً أحنا بننا خلاف على حاجة وأنا حس أن أول خطوة سهلة لاي أن أنا أقوم أعتذر أنا آسف أنا آسف ما كانش مفروض أعمل كده دي بتقلل منسوب الاختلاف إلى النصف في بعض الأحيين لازم نعمل كده وفي حاجة بقى الأخيرة بقى اللي بتخلي الاختلاف يذهب منه الأشياء السيئة ويخرج أحسن ما فينا هو الاختلاف ممكن يخرج أحسن ما فينا نعم الاختلاف ممكن يخرج أحسن ما فينا إذا عملنا الإجراء التامن وأن كل واحد فينا يمتن للآخر على ما يفعله من أشياء حسنة وقالنا عليك أن تقبض على شريك حياتك وهو يعمل الصواب فتكافئه عليه أو تمتن له فتحول هذا من فعل إلى عادة إلى طبعه يا رب اجعل طبائعنا كلنا يا رب أن احنا نكون قادرين على التحكم في مشاعرنا ونكون قادرين على إدارة خلافنا عشان يكون الاختلاف فرص للإقتلاف وفرص للمودة والرحمة يا رب العالمين واجعلنا على الدوام ببركة نظرك إلينا قادرين على أن نكون أصحاب إرادة وإدارة فننتقل من الاختلاف إلى الاختلاف إلى الرضا وإلى السعادة يا رب العالمين بعض الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم وبنتلقى كمان تعليقاتكم والأفكار اللي بتحديدكم بتقولوها عشان نستمر في أنوار هذا المجلس المبارك معانا الأستاذ محمد من الجيزة السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا معلش أنا عايزة أسئلتك أنا أخويا استصل بحضراتك الإسبوع اللي كانت وباكع الهوى أنا أحب أوضع لحضراتك اللي حصل لأخويا حضراتك هو بتعالج نفسيا دلوقتي حضراتك أخويا دوت دخل غرفة عمليات اتعمل له عملية واتواخد بين جنفي والدكتور عرع وريته وشاور عليها للبنات وهو ربنا تخلقه أنا جاوبت أنا جاوبت أستاذ محمد نعم أستاذ محمد أنا عارف الأستاذ سعيد وأنا جاوبته ونصحت الدكتور وقلت الكلام دوت وأنا أنا كنت عارفه وقلق مقصود فكان المعنى مقصود وإحنا اتكلمنا وكلمنا الطبيب وقلنا له إن دوت ما لا يجوز وإن دي سخرية وإن ده تنمر وإن هو سيتحمل اسم ده وطربنا حتى منه إنه هو يروح ويستسمح الأستاذ سعيد ويطلب منه إنه هو يسمحه في اللي هو أذى فيه ده عشان ما ما يلقاش الله سبحانه وتعالى ويحمل هذه المظلمة لأنه ظلمه وأذى لما سخر منه وإن ده كان من الكبائر وعليه إنه ما يعملش كده فإحنا عرفنا ده ويبدو يبدو يا دكتور أنا بكلم الدكتور اللي حصل منه كده يا دكتور واضح إن المسألة متعبة جدا إن الأستاذ سعيد يتصل بي وبعدين أخوه أخوه السيد محمد يعيدت الاتصال بي مرة تاني إذن المسألة أزمة وإنت عارف يا دكتور إنت ممكن تسأل أي حد من تخصصات أصدقائك إذا ما كنتش طبيب نفسي إنت عامل الأستاذ سعيد نفس الأثر اللي بيحصل للشخص لما يتحرش به أو يغتصب به أو يغتصب فسيد يا دكتور إلحق أدرك ما أفسدت واستسمح الراجل وحاول تعتذره إذا استطعت تعتذره في وسط الناس اعتذره في وسط الناس ده أمر يرفع من قدرك ما يقللش منك بس الشخص ده تيفضل يتوجع كده ونفسه هتبقى واجعاه ويفضل مكسور الخاطر وإذا كانت المسألة كده بتضطر السيد محمد إن هو يتصل بها كمان عشان هو حاسس بألم أخوه وسأل سعيد أنا بنصحك إن أنت لازم تحتاج إلى دعم إلى دعم نفسي أمر مهم جدا ده ده مش عقاب ليك بالعكس ده عشان تتعامل بشكل صحيح وبشكل واضح مع الأمر ده وأنا نصحتك إن أنت عندك حاجات كتيرة حلوة جدا وإنت ملكش زنب في اللي أنت فيه بالعكس الله كتب عاذة عليك اللي يرفع درجتك فأنت أصبر الله سبحانه وتعالى يريد أن يكتب اسمك في إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فما تخليش ده يأذيك وصلي كتير على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم أستاذ فريد يتفضل السلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبرك فيه ويخليك ولينا والوساطية الحلوة بتاعتكم الله يجب أنا راجل كبير في السن خمسة وستين سنة وإمكانياتي المادية على قد حالي الحمد لله طيب أي لقمة أمي عودتنا تفيد من الأكل ننزلها ونوكلها القطط اللي في الشارع طيب أنا حواليها شحاتين كتير طيب كل منزل للقطط يقولولي إحنا أولى من القطط أنا كده بتحمل زنبهم لا أنت ما تحملش زنبهم بس هم أولى من القطط بالمناسبة يعني البناء أنا اللي بيتبقى من باقي الأكل أي أنا عايز أقولك حاجة الإنسان قبل الأكوان الإنسان ده ربنا جعله إنسان مخلوق فريد الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسب ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم أدم الأسماء كلها ربنا فضل بن أدمين ولقد كرمنا بني آدم لو هم محتاجين يأكلوا أديهم الأكل بس أنا بنصحك إذا كنت بقى هتنقل الأكل ده هتنقل العطاء وتعطي بقايا الطعام للبشر هزبه قبل ما تودهله المسألة بقى المشكلة بقى لو كان إنت بقى هتديهم للأطط ومش هتديهم للبن أدمين لو ما كانتش تصلح الأكل للبن أدمين ويتصلح للأطط ساعتها بقى هتديهم للأطط عشان يبقى دوت برضو عشان بكرم البن أدمين ما دلهمش أكل يفسد عليهم ويصبهم ولا عايزوا بالله ربنا يجنب الناس كلها ويصبهم بالتسمم أو بشيء من هذا القبيل لا ساعتها هتدي للأطط وأقول لهم ده مش مناسب ليكم بكل وده بكل لطف بدون ما المسألة تبقى فيه أنا علي زنب لا ما على المحسنين من سبيل أنت معلكش زنب أنت راجل متصدق وإن شاء الله ربنا يكرمك ويبارك لك فاصل ونكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل لكن معنا الأستاذ محمد من المنوفية أستاذ محمد أتفضل يا أستاذ محمد بعد ذلك حضرتك أنا مش فاهم حديث خاب قوم ولوا أمرأ وممرأة مهم أول حديث اللي حضرتك بتقوله ده لأن فيه كتير من الناس بتقع في الخلط في هذا الحديث ما أفلح قوم وانت ولأ أمرأ وممرأة أتمنى حضرتك تشرحولنا بتفصيل عشان نبهوا فاهمين هنقول لك حاجة إحنا نشرح الحديث سينا دلوقتي بما يتناسب مع حلقة الهوى لكن أوعدك إن إحنا يبقى عندنا حلقة نتناول هذا الحديث فيه تعال أقول لك حاجة أولا الحديث ده ده بيسميه العلماء عندهم واقعة عين يعني إيه بقى حدث رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أرسل لكسرى خطابا يدعوه فيه إلى أن يكون عدلا مؤمنا مستجيبا للنداء العقل ويعيش بالقيم التي ترق الإنسانية فيسل فكسرى عمل إيه؟ مزق مزق رسالة رسول الله صلى فدع عليه رسول الله صلى أن يمزق ملكه فابنه سمه وبعد كده فابنه قتل ابن كسرى قتل وكسرى كان عارف أن ابنه احتمال يقتله فعمل زجاجة سمه كده وكتب عليها اكسير الحياة فابنه قتله ثم تولى الملك فابنه سير باكسير الحياة فرح مسموه ميت ما فضلتش بنته ما فضلتش غير إيه؟ غير بنته فبنته حكمت فكان رسول الله صلى وقال بيقول لهم رأيتم أن موعودي قد صدق وأن هذا الملك اللي هو ملك كسرى سيتمزق لأن هذا الملك سيتمزق على يدي هذه المرأة فرسول الله كان بيتكلم عن ملك كسرى مش بيتكلم عن المرأة بعامة خالص لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في تطبيقاتهم ما فيهموش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده وذلك الشفاء بنت عبد الله كانت بتتولى أمر السوق إذن المسألة وآتى في القرآن الكلام عن بلقيس إذن لم يكن الأمر يتعلق بجنس المرأة بأن المرأة بتكون سبب لفساد الملك ولا إن هي غير صالحة لتولي المناصب القيادية خالص الكلام ده كان خبر وليس إنشاء يعني إيه خبر؟ كان يخبر عن ملك كسرى الذي تولته بنت كسرى وهذا الملك يزال فده خبر ما كانتش فيه إنشاء يعني بيقول لنا لا تولوا المرأة المناصب القيادية لم يكن هذا معنى الحديث وكما وعدنا سنتكلم عنه بالتفصيل في أماكن أخرى آخر معنا أم خالد من القاهرة السلام عليكم يا شيخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش يا شيخي نقص تعالى أغلب من حضرتك بس حاجة سريعة كده أنا متزوجة من 18 سنة نعم وزوجي الشخصية اللي أنا شفت عنها كتير في النت اللي هي نرجسية طيب أنا أنا وصلت المرحلة إن أنا خلاص مش حاب إن أنا عايش في العيشة بس أنا عندي ثلاث أولاد ولدين وبنت ودخلين على مرحلة شباب مين قالك إن هو نرجسي آآ دخلت عن نت ومشوف أفعال ما دي مشكلة هي نفس دخلة إن عن نت إن بنجيب فيها الفتوى هي نفس دخلة اللي عن نت اللي بندخل بيها بنجيب التشخيص بالتشخيص النفس للشخص نعم نشفت يعني اسماتي الشيخنا عمر عبد الكافي إن هو بسمع إن هو إيه الشخصية النرجسية أو إيه كذا أو إيه كذا أو إيه كذا وأصلا أصلا إحنا لازم لما نيجي نقول على شخصية نرجسية نسمع المتخصصين في ده على مهم كملي وأنا أقولك تعملي إيه تفضلي تمام هو حتى مش من كلامي أو من كلام من السم من كلام الكبار في العيل من كلام والدي ونيني بس فين سؤالك كذا أنا عندي دم طيب أنا أجاوبك بس سؤالي إيه أكتر حاجة فيه بتحس بيه إن هو نرجسي أو لو هو نرجسي وقدر يعيشك في سعادة لا مفيش سعادة طيب قوليلي بقى إيه اللي مخلي حياتك مش في سعادة هو شخصية تلبية كل شيء آآ مفيش طموح دايما أنا الحمد لله بحض لله وعزو بالله من قولت أنا من كلامي لقينا أهل أو أهلي طيب ما في الحياة طيب هم عندوش طموح وإزاي بقى أنا رجسي لا 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 بص مهم القلمة ما حضرتك منهم حد بكرة إذا أنا ياريت لو حتتكرم عليك وتدينا رقمك الخاص إنه ما توصل معاك أوليك ما كان مقرر إن أنا يجي لحظة خلاص عددك إحنا عندنا طبعا مقر عندنا عندنا مركز الإشهاد الزواجي في دار الإفتة ولكن كمان كمان ممكن حباك تأخذ رقم تليفوني كمان من كنترول نعم معانا الأستاذ عولة من الجيزة ركعت لنا أستاذ عولة أهلا أستاذ عمر تفضلي إزايك يا أستاذ عمر عملي الله يبارك في حدك بس أحدك أتمنى على حدك إن حدك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت موطي التلفزيون خاص طيب تفضلي يا أستاذ عمر أنا حضرتك متجوزة لي سبع سنين وجوزي كان شغال من فعض كده وكان عامل معربية وبحة وشغل من فترة كده وقعد وكلما يكلمه على حكاية الشغل يحصل خلافات بيننا جبا يعني وزعق وكده هو دلوقتي هو السبب إنه مش عايز تشتغل على العربية حد تاني لأنه لما باع العربية يشتغل عند الناس فهو مش عايز تشغل عند الناس نسعرف يا الله إن كلما يتكلمه يحصل مشاكل يعني وكده طيب أنت بتكلميه بتقولله إيه اطلع الشغل طيب طيب ما ممكن نقوله نقوله حاجة تانية وأنا عقولك تعمل إيه يعني أنا عقولك التعبير اللي المفروض تقولهوله عشان يتحمس إيه اللي حاصل إنت طول عمره أنا شايف إن إنت طول عمرك حاجة كبيرة وإنت عشان إنت حاجة كبيرة ما ينفعش إن الأولاد يشوفوك غير في إنت كده محاجة عليهم محسسهم بالأمان وإحنا مناش غيرك الإحساس إحساسه بالرجولة والإحساسه بإن هو ليه دور في حياتكم ده هيحفزه جدا 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 يبقى إحنا محتاجين نقوله كده طيب نعمل إيه بقى الإجراء ده محتاج حد كبير ده سلوك حصله بعد ما باع وحس باع العربية وحس إنه هو بيضيع فحصله السلوك ده ده محتاج إيه بقى الرجالة في الغالب في الغالب في الغالب ما بيتغيروش غير برجالة فهو محتاج حد كبير في العيلة يقعد معاه مش يقطمه لإنه هو واضح إنه هو عنده حالة من حالات التمرد لكن يقعد معاه ويفهمه إن الدنيا من ده على ده وإن الإنسان الزكي والراجل الحقيقي هو اللي بيفضل يستمر في العمل مهما تغيرت عليه الظروف وده اللي بيقدر يكمل ويقدر يوسع ربنا يوسع عليه رزقه ويقدر كمان دايما يبقى في أعلى المراتب ما بين الرجال أنا أظن إنه هو ده اللي ممكن يكون المدخل اللي ممكن يدخل به واحد من كبار العائلة يكلموا ده ولو حضرتك تتفضلوا تجن على مركز الإرشاد الزواجي ده كمان ممكن يكون حل مناسب لحضرتكم معنا الأستاذ أحمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا سمحت يا شيخ عايز أسأل على حاجة أنا حضرتك بأشتغل بدل الشوالة حاكم عليها الظروف إن تطلع تشتغل وتفاعد معايا في البيض بس بيجي في وقت مشكمة إن أنا بأشتغل بدل الشوالة بس أنا عامل وفي ظروف على قد مرتب مش المرتب الكبير ومعنا أولاد طيب تطلع تشتغل قطر ألف خير بس بيجي عليها وقت وتعيرني تقول لي أنا بأشتغل زي زيك أنا بعمل وزي لو أنت بتجيب أنا بجيب طيب يا كده بتعيرك يا كده بتعيرك طيب ما تيجي يا أستاذ أحمد نبص لها من حتة تاني يا كده بتعيرك ولا بتفكرك بأد إيه هي بتحبك مش عارف بقى يا شيخ أنا عايز حلو والله أنا حاس من أول تعرف أنت أنا حسيت بأنك أنت راجل طيب ورجل جاي راجل لقلبك طيب منين لما قلت جزاه الله خيرا اللي هي بتخرج معي وبتساعدني فأنت راجل حقاني فتعالى لما نفهم الكلام نفهموش بحساسية ونفهمه غلط هي بتقولك أنا بشتغل زي ما أنت بتشتغل هي عايزة تقولك كلمة حلوة يا أخي حتة امتنان قل لي ربنا يخليك أنا والله حاسس أن أنا ربنا اداني نعمة من ربنا أن خلاني جوزتك واخترتك ده والله العظيم ده حاجة نعمة من ربنا الرجال لما قلهم يقولوا كده للستات يقولوا لي ايه ما هو الستات كده هتتمرع بس على فكرة ربنا لما قالوا يقولوا للناس حسنة ما كانتش فيها مسألة أن الناس هتتمرع لما ادفع باللات يا أحسن ما فيش حكاية أنه هتتمرع ده عارفين ليه لأن احنا لما بنتكلم الكلمة الحلوة احنا بنتكلم الكلمة الحلوة ومستحضرين أن أن الكلمة الحلوة دي يسمعها مولانا قبل أن يسمعنا من نقول له هذه الكلمة الحلوة فربنا يحفظنا وما تخافوش يا سادة اتكلموا الكلام الحلو فالكلام الحلو عبادة كلمها كلام حلو وعشان كده لازم تحس أن ربنا معانا وعشان كده وعشان حلقتنا النهاردة كانت حلقة مليانة بالاختلاف اللي في الحقيقة مش يصل للإقتلاف غير لما لنوز بالله سبحانه وتعالى فتعالوا عشان نهدي بالنا وكمان نحس بأن احنا موصلين مع ربنا تعالوا ناخد نفس وتعالوا نقول يا الله عشر مرات ثم ننلوز به أول ما يحصل لك التعب والديء وتحس أن الدنيا ديقة عليك تعالوا نلوز بربنا ونجيب المناجاة دي اللهم إنك تعلم أن قلبي فيه كثير من حكايات الوجع لا يعلمها إلا أنت وأنا عبد لطفك وفضلك فبحق أنك ما خيبتني أبداً وسارعت على الدوام في خلاصي وجبر خاطري أسألك أن تسقيني الآن كأساً من محبتك ووصلك أغيب به عن كل أوهامي فأفيق بعد شرابه وقد أدخلتني في كهف حنانك ولطفك ورضاك فتيقن أنني أصبحت بفطرة وليد وأنك رضيت عني في جنة العبيد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أكرمنا على الدوام برضاك عنا يا أكرم الأكرمين